موسيقى يسعد صباحكم مشاهدين وينما كنتوا بتتبعونا في هذا الصباح وهذا اليوم الثلاثة الثالث عشر من أذار من عام 2018 ولقاء صباحي يتجدد وإياكم في هذا اليوم يسعد صباحك يارا يسعد صباحك دوحة وصباح الخير لكل انضموا لتبعونا اليوم في برامج في الصين هذا الصباح مثل ما حكت دوحة فعلا اليوم الثلاثة 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 من أذار هو اليوم بصادف اليوم الثقافة الوطنية لعام 2018 طبعا بتزامن أيضا هذا اليوم مع رحيل الشاعر الكبير محمود درويش ورح يكون لنا حديث عن هذا الموضوع ضمن فقرات الصباحية أكيد يارا طبعا ضمن فقرة ثقافية نتحدث فيها مع وزير الثقافة حاضر في هذا الصباح الحديث عن يوم الثقافة الوطني وتكريس هذا اليوم لدعم الثقافة المثقفين الأدباء والشعراء والكتاب الفلسطينيين حفظا للثقافة والهوية والتراث الفلسطيني صحيح بس قبل هذه الفقرة رح يكون معكم مشاهدين في الصحف المحلية أيضا في الصحف الإسرائيلية مع زميلنا القبير في الشأن الإسرائيلي فيز عباس ومن فقرتنا في غزة في هذا اليوم رح نتوقف مع برنامج يلا نغير رح نتعرف على هذا البرنامج من خلال الزملاء في قطاع غزة وفقرة ممتعة لكل اللي عمالهم بأجله أعمالهم للأيام الجاي وما عملهم بتحمل مسؤولية الأشياء ويساووها بنفس اليوم رح نتعرف وإياكم مشاهدين كيف ممكن إحنا نتغلب على هاي العادة عادة التأجيل واللي هي إلها أثر سلبية طبعا وكثير من الناس بأجله بالعادة أعمالهم أو يعني ما يتعلق بمهام ممكن أن نفذها في وقت معين ولكن بتم التأجيل وفي هاي الحالة بنسميه تسويف يارا وطبعا هذا بكلفنا كثير من الجهود والوقت اللي بيضيع هباء إذا ما نفذنا عدا عن التأثير النفسي على الأشخاص كيف نتجنب عادة التسويف الموجودة لدى الكثيرين نصائح رح نتابعها مع خبير في هذا الصباح صحيح ومشاهدين مبارح أتوقع لكل شاف الصورة صورة الشاب نسرين عميرة اللي حاولت أنها تنقذ طالبين من جامعة برزيت خلال الموجهات اللي صارت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة هاي الصبية المتطوعة في الدفاع المدني رح نتعرف عليها اليوم وكيف إدرت من خلال إصرارها أنها تنقذ الشابين وطالبين في جامعة وطبعا من هاي الفقرة رح نسلط الضوء على ثقافة التطوع لدى الشبان وكذلك على دور المرأة في الميدان والعمل في كل الجوانب وطبعا كان هذا حديث ومثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي وسيكون مثار حديثنا في فقرة خاصة في الصبيحة هذا اليوم صحيح وآخر فقرة رح تكون عندنا بالستوديو ومشاهدين رح نتحدث عن فال ترحال طبعا هاي المؤسسة اللي هي عملة بتعمل مسارات تعليمية وترفية واستكشافية لكل المناطق في طلسطين وخاصة هلأ يعني مع فصل ربيع في أجواء الربيعية وقربنا على فصل الصيف كمان الكل بحب يطلع وخاصة في أيام العطل إنه يغير جو حتى ممكن إنه يستكشف أشياء جديدة من خلال هاي المناطق اللي بزروها أكيد وطبعا من ضمن ما نتحدث عنه من الاستكشاف والمسارات الطبيعية رح نكون في فقرتنا المباشرة في هذا الصباح من عند نهر العوجة ونتحدث في هذا الموضوع عن الطبيعة الخلابة من خلال ميساء عياد زملتنا المتواجدة في هذا الصباح في هذه المنطقة الجميلة السياحية صحيح كل هاي الفقرات مشاهدين رح تكون معكم ولكن خلنا نروح لفصل قصير وبعدها بنرجع لكم خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صباح الخير من جديد مشاهدينا منرحب فيكم في هذا اليوم وطبعا منشير للأحوال الجوية يارا السائدة في هذا الصباح وأجواء ربيعية بامتياز طبعا ارتفاع لدرجات الحرارة في هذا الصباح كما لاحظنا صحيح ومشاهدين حتى كمان يوم السبت رح يبلش العمل بتوقيت الصيفي السبت 24 من هذا الشهر أكيد من تابع أيضا في عنوين الصحافة المحلية التي صدرت في هذا الصباح الحياة الأيام والقدس والتي تصدرت عنوينها الأحداث عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الأحداث الميدانية كذلك لقاء سيد الرئيس بالعاهل الأردنية بالأمس تبعته الصحافة باهتمام وتوجه رئيس الوزراء في هذا اليوم إلى غزة الافتتاح محطة تحلية المياه نتابع بتفاصيل أوفا ونبدأها من صحيفة الحياة الجديدة ونقرأ من عنوانها الرئيسي بالخط العريض كتبت الصحيفة الرئيس يبحث مع العاهل الأردني آخر التطورات بشأن القدس ويشيد بجهود المملكة الملك عبد الله يؤكد ضرورة إحياء عملية السلام بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أرفقت صحيفة صورة مع هذا العنوان الرئيسي ويظهر في هذه الصورة الرئيس والعاهل الأردني خلال لقائهما بقصر الحسينية في العاصمة عمان يوم أمس وطبعا تتحدث صحيفة عن الاجتماع الذي جمع السيد الرئيس محمود عباس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والبحث كان في آخر تطورات بشأن مدينة القدس المحتلة وأطلع الرئيس العاهل الأردني على مجمل التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحث العلاقات الثنائية وسبول تنميتها وتطويرها في شتى المجالات وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم شعبنا وقضيته العادلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس العاهل الأردني شدد على وقوف بلاده بكل طاقاته وإمكانياته إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة أيضا تابعت صحيفة باهتمام الأخبار الميدانية وتصدر هذا الخبر الرئيسي أيضا عنوانته بالخط العريض قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرة احتجاج عند مدخل البيرة وتصيب ثمانية شبان مستوطنون أحرقوا محاصيل زراعية جنوب الخليل والاحتلال اعتقل نحو 41 مواطنا وجنوده يعتدون على طواقم المستعفين لخصت بهذا العنوان الأحداث التي جرت بالأمس وأرفقت أيضا صورة لشبان ينقلون زميلهم المصاب عند مدخل البيرة الشمالية أيضا نبقى مع صحيفة الحياة ونقرأ من على رأس صفحتها الحمد لله وفرج إلى غزة اليوم لافتتاح محطة تنقية المياه وهذا ما تحدث عنه الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود من أنه قال أن رئيس الوزراء رامي الحمد لله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج سيتوجهان إلى مدينة غزة هذا اليوم لافتتاح محطة تنقية المياه في شمال القطاع من عنوانها أيضا وعلى رأس صفحتها في زاويتها اليسرى كتبت صحيفة وفاة عائلة فلسطينية مؤلفة من خمسة أفراد في النبطية بعد احتراق منزلها تصريح لقراقع الأسرى الإداريون سيشرعون بإضراب عن الطعام الشهر المقبل وأيضا في هذا الصباح تحدثت الصحيفة عن الأخبار الإسرائيلية الداخلية الائتلاف الحاكم في إسرائيل يخرج مؤقتا من أزمة خطيرة من عنوان هذا اليوم الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السرديح خلال 72 ساعة ونقرأ من العنوين المتعلقة بالفعاليات المساندة للقدس تظاهرات في أثناء تنديدا بالاحتلال ورفضا للإعلان الأمريكي بشأن القدس وهذه صورة لجانب من إحدى التظاهرات في أثناء أثناء هذه التظاهر في العاصمة اليونانية تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي وكذلك القرارات الأمريكية الخاصة بالقدس المحتلة إذن هذا كان في عنوان صحيفة الحياة الأبرز في هذا الصباح وننتقل إلى القدس تجنبا لعدم التكرار ومرور سريع على العنوين على رأس صفحتها العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين يبدأ السبت الرابع عشر الجاري حيث قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية أمس الأثنين العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من يوم السبت أيضا ريفلين يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة القدس المنطقة مقبلة على تغيرات إقليمية وأحداث خطيرة واسعة وذلك بعد تعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي وانضمام أطراف عربية لصفقة القرن أيضا مقترحات ترامب لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية وعقوبات أمريكية لمن يعارضها ومن الممكن أن يعلن ترامب عن صفقة القرن خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن وعن الأحداث التي جرت بالأمس ثمانية إصابات بالرصاص الحي في مواجهات على مدخل البيرة ودهم عدة مناطق في الضفة واعتقال 11 صيادا في غزة واعتقال شاب من طول كرم بزعم الحثور بحوزته على السكين ومجلس الوزراء أيضا يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ورفض استغلال جثمين الشهداء ورقة ابتزاز ننتقل إلى خبر آخر إسرائيل ستفتتح المقطع الأول من الطوق الشرقي للقدس والتمهيد للبدء بتنفيذ المخطط الاستيطاني إيوان هذه كانت الأخبار على الصفحة الأولى لصحيفة القدس ننتقل إلى آخر صفحة ومن الأخبار المنوعة سائحة تلد على شاطئ بمصر حيث وضعت سائحة أجنبية طفلا في مياه أحد الشواط التابعة لمحافظة مطروحة مصرية بالساحل الشمالي بعد عملية ولادة طبيعية بحضور الزوج وذلك أثار دهشة رواد الشاطئ أيضا خبر ملفت وغريب للصين حيث أن الصينيون زرعوا أجار عبر الهواتف المحمولة وفي التفاصيل يمكن أن تؤدي الأنشطة اليومية مثل استيجار دراجة وركوب الحافلة أو حتى مجرد المشي يمكن أن تؤدي إلى تجيير الصحاري في الصين ويقوم مئات الملايين من الصينيين بذلك حيث اشتركت مؤسسة أنت المالية وصندوق سي وصندوق شاينج كرين منذ عام 2016 في القيام بمشروع غير ربحي لمكافأة الأعمال منخفضة الكربون من مستخدمي علي بي عبر الطاقة التي تستخدم في ري الأجار الافتراضية في هواتفهم المحمولة هذه هي الأخبار التي جاءت على صحيفة القدس نذهب إلى صحيفة الأيام نتابع من العنوين الأبرز إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات شمال البيرة مستوطنون يهاجمون مزارعين في حوارة ومسافر يطا وقوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدرسة بورين أيضا عنونت بالأحمر المسعفون الأربعة في مواجهة قوات الاحتلال وأبرزت صورة يظهر فيها المسعفون الأربعة وهم يخلصون جريحا من قبضة الاحتلال يوم أمس القمة الفلسطينية الأردنية تركز على القدس هذا ما تقوله الأيام وتؤكد على حل الدولتين لتحقيق السلام العادل نتابع من صحيفة خطة ترامب لسلام لا تنص على حل الدولتين وإدارته تستعد لتقديمها رغم خشيتها أن تولد ميتة ومشدلاني يصرح فلسطين ومصر والأردن لن تشارك في مؤتمر البيت الأبيض اليوم حول غزة أيضا من أخبارها المتعلقة بشأن الإسرائيلي مشروع قانون لعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية تفاديا لأزمة في الحكومة ونتنياهو يصرح لا أخشى إجراء الانتخابات من عنوينها أيضا شرطة الاحتلال محقق انتزع اعتراف فتن فلسطيني بالضرب والتهديد نتابع ومن إحصائيات بارزة في صحيفة خمسمائة ألف وأكثر قتلى ونزوح نصف السكان بعد سبع سنوات من الحرب في سوريا وفي الأيام على رأس صفحتها تقول صحيفة أمريكا تلوح باستخدام القوة حال استمرار الفشل الدولي بالملف السوري هذه العنوين الرئيسية من صحيفة الأيام وبها ننهي هذه الجولة والمطالعة في الصحافة المحلية فصل قصير دوحة ومن ثم نعود إلى قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل فيز عباس ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الصباح وقراءات من الصحف الإسرائيلية الرئيسية صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير للمشاهدين صباح وسط على نتنياهو ممكن يكون صباحا لها لكن استطلاعات الرأي التي نشرت بالأمس في القناة الثانية والعاشرة تشير إلى فوز نتنياهو في الانتخابات وحتى أن قوته زادت مقارنة بالاستطلاع الأخير كانت 29 مقعد اليوم بالأمس 30 مقعد ومن هو الأكثر مناسب لرئاسة هذا الحكومة 36% قالوا نتنياهو وبعده 13% و12% هي إيرلابيد زعيم المعسكر الصيوني اللي يطمح أن يكون رئيس حكومة لا يتعدى 9% ولكن الشيء المثير في هذه استطلاعات الرأي أن ليبرمان قد يختفي من الحياة السياسية نعم حدد بذلك نعم لأنه بصعوبة ويعبر نسبة الحسن لكن قضية الأزمة داخل الحكومة لم تنتهي بالأمس كان هناك اعتقاد سائد بأنه تم حل المشكلة لكن عفوا ليبرمان ما زال يصر على معارضه للقانون قانون إعفاء المتدينين طلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش اليوم سيتم التصويت في القرارة التمهيدية على القانون في حال الوزيرة من قبل ليبرمان ليبرمان هو ليس عضو كنيسة إنما وزير استقالة إذا لم تصوت مع القانون سيتم فصلها حسب القانون أيضا وهذا طبعا سيثير ردود فعل غاضبة من قبل ليبرمان نبدأ في صحيفة معاريب الصورة نتنياو بالأمس في الكنيسة أثناء القائي كلمة وانتخابات 2018 مع علامة سؤال ولحظة القرار بعد أن كانت مشكلة قانون تجنيد المتدينين قد حلت مرة أخرى إذا لم يحدث أي تغيير في موقف ليبرمان الذي يعارض هذا القانون بشدة ستجري الانتخابات في شهر حزيران القادم نتنياو إذا جرت الانتخابات المبكرة سننافس عليها وننتصر ونفوز من المتوقع أن يلتقي نتنياو مع ليبرمان صباحا اليوم والذي لم يغير موقفه ليبرمان من القانون كما قال أحد مقربي مساء اليوم سيتم التصويت على القانون بالقرارة التمهيدية وبعد ذلك طبعا سيمر هذا القانون بالقرارة التمهيدية وبعد ذلك سيتم بحث قانون الميزانية الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم وغدا المعارضة لرئيس الحكومة نتنياو بالأمس ألقى كلمة وكان استهزأ بشكل كبير من المعارضة أتدل المعارضة المفروض أنها اليوم تقدم اقتراح لحل الكنيسة وحسب الثقة عن الحكومة أنتم تخافون من الانتخابات نتنياو لكن هم طالبوا بحل الكنيسة ولكن اليوم سيقدم اقتراح قانون لحل الكنيسة من قبل ميرتس وعيش عتيد ليبني تسي بي ليبني وأخيرا سمع صوتها تقول لناتنياو بالأمس عفن عفن فسادك يهددنا من الداخل جملة قوية جدا استطلع للرايت كما قلت نتنياو سيفوس في الانتخابات القادمة ليبيرمن وشاس لربما سيختفيان كليا نعمل الحياة السياسية في إسرائيل وليفي أبوكسيس هي أضو كنيسة من حزب ليبيرمن كانت قد انسحبت من هذا الحزب وتريد منذ بدء الكنيسة الأخيرة انسحبت بسبب خلافات مع ليبيرمن واليوم هي قررت تشكيل حزب جديد وخوض الانتخابات وهي ستكون مفاجأة هذه الانتخابات حيث حصلت هي على خمس مقاعد وليبيرمن بصعوبة بعبر نسبة الحزب الليكود سيحصل على ثلاثين مقعدا ستة وعشرين مقعدا بالاستطلاع الأخير يا إير لبيد واحد وعشرين مقعدا كان أربع وعشرين المعسكر الصيوني برئاسة آفي قاباي سيحصل على ثلاثتاشر مقعد فقط أني خمس وعشرين اليوم في الكنيسة البيت اليهودي سيحصل على اتناشر مقعد كلانو حزب كحلون سيحصل على ستة مقاعد هو الآن عشر مقاعد وحزب ميرتس سيحصل على سبع مقاعد اليوم هو خمسة مقاعد يعلون لن يعبر نسبة الحسم إذا ما خضى الانتخابات هذا يعني بالإجمال أن أحزاب اليمين ستحصل على ستة وخمسين مقعدا بالإضافة إلى المتدينين 11 مقعدا المتدينين معدي المشكلة يعني يكون في تحالف أو في اتلاف مع المعسكر الصيوني والأحزاب الأخرى يعني اليسار الوسط 41 مقعد ولا لا عرب القائمة المشتركة 12 مقعد أي أن نتنياهو يعني هو ضعف معسكر نتنياهو قليلا نائب رئيس بلدية القدس مئير تور جيمان هذا هو رئيس لجنة البناء والتنظيم وهو الذي يقف وراء كل الاستيطان والسلب الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين متهم بالحصول على الرشوة واعتقل بالأمس وسيتم تمديد اعتقاله أو مديد اعتقاله أعتقد هو كان يحصل على الرشوة من رجال الأعمال وتقديم دعوة ضد السائق الذي قام بتسجيل يعير نتنياهو في التسجيل هذا الأحمر اللي فيه كل كلامه مع أصدقائه حول بنات الهوى لا لا بنات الهوى وعندما طالبه صديق أنه أعطاه بده الأربعمية شكل اللي دفعهم لبائعة الهوى أخي قال له أبوي دبر لأبوك مليارات الدولارات في قضية الغاز في المحر وأنت بتطالبني بأربعمية شكل ولكن الشركة التي اشتغل السائق بواسطتها تقول أنه لم يحافظ على سرية العمل وخرق الاتفاق وتطالبه ب250 ألف شكل والكاريكاتير في معرفة اليوم يعني هاي هيك الغرفة في المستشفيات الأمراض النفسية للمرضى اللي بيكونوا وضحين خطر خطر على نفسهم وعلى الآخرين بكل هيك شكلة يعني ونهك محطوط عالم أمريكا وعالم كوريا الشمالية يعني اثنين مجانين ينقودوا مع بعض يكسروا روس بعض ننتقل إلى يدعو تحرنوت طبعا العلوان الرئيسي أيضا القرار بيد نتنياهو الانتخابات المبكرة تراجع المتدينين بالأمس ويبدو أن الأزمة كانت قد انتهت لكن لبرمان يصر على محاربة قانون منح العفو للحردين من الخدمة في الجيش والكنيسة وجدت نفسها في طريقها إلى الانتخابات نتنياهو دعا أعضاء الاتلاف إلى النزول عن السجرة لكن في الاتلاف أيضا يتهمونه بأنه يمثل أنه ممثل كبير وهذه التمثيلية بالتنسيق مع لبرمان لتقديم موعد الانتخابات ميري ريكيف الوزير المعروفي أنا بنحكي عنها كثير في رسالة إلى المقربين منها ألغوا حجز الفندق كائن مفروض عنده النشاط قريبا لأننا سنذهب إلى انتخابات مبكرة تهديد لبرمان وهناك من يدعي أن هناك تنسيق كامل بينه وبين نتنياهو وإذا تم فصل الوزيرة لاندفير من الحكومة إذا صوتت ضد القانون فإنه سينسحب من الاتلاف والاتلاف يتهم لبرمان بأنه يعمل بالتنسيق مع نتنياهو طبعا هنا أيضا بالنسبة للاستطلاعات الرائف الشحاجي نرجع عليها وحكومة بريطانيا تتهم روسيا بتسميم الجاسوس الروسي وابنته فساد في بلدية القدس اتقال ستة أشخاص من بينهم نائب رئيس البلدية مير ترجمان المتهم الحصول على الرشاوة من رجال الأعمال والكاريكاتير في دوات أحرانوت نتنياهو مع الأجندة فقال له وجد تاريخ مناسب إلينا في شهر حزيران السليبرم فقال له بس اتأكد إنه ما بكونش هذا في نفس اليوم حفلة للمطرب عمر آدم عمر آدم عنده حفلة باع خلال يوم ثلاثين ألف تذكرة يعني كان إشي غير مسبوك في إسرائيل فقال له إنه ما يكون لش حفلة يعني حصلنا الناس طوع الحفلة وتتركنا ننتقل إلى صحيفة آرتس نتنياهو يحاول تجديد أغلبية للذهاب إلى انتخابات مبكرة على الرغم من أنه طالب بالمحافظة على الاتلاف الحكومي لكن مقربين من نتنياهو يقولون أنه يريد حل الكنيسة بنت وكحلون ودرعي يعارضون الانتخابات المبكرة وليبرمان يوضح أنه يعارض أي حل وسط بين المتدينين ونتنياهو في قضية القانون استطلاعات الرأي يعني فيش حاجة نرجع لها نفس الشي وفيها آرس قانون القومية الذي يفضل اليهود على الآخرين تم إعداده بشكل شبه نهائي والذي سيقدم هذا القانون هو حزب كحلون وهذا نوع من الرشوة الحزب اللي يكون لكي لا يذهبوا إلى انتخابات مبكرة حسب القانون الديمقراطية لن تكون تابعة لليهودية كما كان في النص الأول للقانون والقانون يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط ويمنع أبناء الطوائف الأخرى من السكن في هذه البلدات يعني إذا هاي مش نازية شو معنى النازية أنا مش فاهم إذا هاي مش أبرتهايد شو معنى الأبرتهايد طبعا اللغة العربية كانت هي لغة رسمية يريدون إلغاء ذلك وأن يكون لها موقع معين في إسرائيل والقانون الجديد أن يقر أن أرض إسرائيل هي موطن اليهود التاريخي ودولة القومية اليهودية عضو الكناس الدوف حنين من القائمة المشتركة انتقد بشدة القانون وهاجم نيتنياو الذي يحرط دائما ضد العرب في حملاته الانتخابية وغير الانتخابية ويقول هذا حملة انتخابات ناجحة وملجأ ممتاز للفاسدين الهجوم على العرب وقوانين من هذا النوع النيابة العسكرية الإسرائيلية لن تعارض بأن تكون محاكمة عهد التميمي مفتوحة بعد أن قدمت محاميتها استينافا إلى المحكمة محكمة الاستينافة العسكرية ضد قرار القاضية العسكرية الذي أمر بإغلاق الجلسات والبيت الأبيض سيبحث الأوضاع في غزة بدون مشاركة فلسطينية مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جريمبلت هذا مستوطن من أكثر الداعمين للاستيطان يقول حل قضية غزة هي إنسانيا وأمنيا وليس سياسيا لا وليس سياسيا إنسانيا وأمنيا كيف تزبط إنساني وأمني هاي ما بتزبط ولا في التاريخ إلا في أمريكا إلا عند العقلية الاستيطانية اليهودية جريمبلت ومستوطن من النوع السيء الجيش الإسرائيلي يجري تجارب بالقربة من الحدود مع غزة بإطلاق الغاز من طائراتها الصغيرة بدون طيار الكاميرات الصغيرة بتصور وتضرب غاز المفروض لكي يتم يعني معالجة المظاهرات دون وجود تدخل للجيش بشكل مباشر يعني عن بعد ودون تدخل مباشر للجيش والكاريكاتير اليوم بعبر عن وضع حزب المعسكر الصيوني في الانتخابات أفي قباي وراء عمير بيرت ييتس حكيرتسوغ وشيلي حموفتش الي كانوا رؤساء لحزب العمل بالسابق هو على حنطور صعوبة ماشية ميرت الي هي اليوم بترتفع قوتها بعد ما استقالت زهافة جالون من رئاسة الحزب وتمر زندبق هي المنافس وصاحبة الحد الأوفر لتكون رئيسة الحزب وهو في السيارة هاديك يا إير لبيد من حزب يش عتيد يعني انت هو بتطلع يعني مسكين هذا قباي قباي هذا حاول يقلد نتنياهو مسكين راحت عليه كليا هو كان أسوأ في تصريحاته من نتنياهو تصريحاته السياسية طبعا وحاول هو بذلك يعني أنه يتملق يتملق اليمين الإسرائيلي فاليمين واليسار ضربوه بنفس الوقت وشكرا نلتقي غدا شكرا جزيلا لك زمينا فايزة عباس بسعاد صباحك بسعاد صباحك بسعاد صباحك ضحى إحنا مكملين مع مشاهدينا ولكن فاصل قصير وبنتابع شكرا جزيلا لك 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 المترجم للقناة المترجم للقناة الذي يصادف مولد الشاعر الكبير شاعر فلسطين محمود درويش وطبعا إحياء لمسيرته إضافة إلى التأكيد على أهمية الثقافة ودعم الرواية الفلسطينية الثقافة والأدب وشعراء الفلسطينيين وتعزيز طبعا هذا الامتداد الثقافي بعكس القضية الوطنية الفلسطينية صحيح مشاهدين اليوم رح يكون في احتفال في يوم الثقافة الوطنية رح يكون في قصر رمالة الثقافة من الساعة واحدة ظهر لغاية الساعة ثلاثة ورح نتحدث في التفاصيل أكثر الفعاليات والنشاطات اللي كمان مش رح تكون بس برمالة هي رح تكون في مختلف محافظات الوطن ايضا رح تشمل قطاع غزة ومستضيف معنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع مع الوزير الثقافة دكتور إيهاد بسيسو يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتور في البداية رح نتحدث عن الفعالية الأبرز في هذا اليوم واللي رح تشمل تكريم طبعا لشخصية ثقافية لهذا العام وفعاليات مختلفة لطبعا تكريس هذا اليوم الثقافي نعم يعني في البداية شكرا لاستضافتكم في هذا اليوم الذي نعده يوم مميز للثقافة الفلسطينية والذي يصادف ذكر ميلاد الشاعر الكبير الراحل محمود درويش في الحقيقة منذ ثلاث سنوات وعكفنا في وزارة الثقافة على أن يكون الاحتفال بيوم الثقافة الوطنية هو مناسبة لجمع كل الفعاليات الثقافية أو أكبر قدر من الفعاليات الثقافية المختلفة في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي العاصمة وفي الداخل من أجل أن تكون بيان ثقافي يعكس الصمود والإرادة والإبداع الفلسطيني وكذلك لا ينفصل عن الأرض لهذا قلنا منذ العام 2016 بأن يوم الثقافة الوطنية يمكن مزجو بيوم الأرض في 30 من آذار وهذا يعني بأن لدينا حوالي 17 يوم من الفعاليات الثقافية المختلفة التي تشمل الندوات والتي تشمل الفعاليات الفنية وأيضا الفعاليات التراثية من أجل أن نقول بأن الثقافة الفلسطينية لا يمكن أن تنفصل عن عمقها الوطني وعن انتمائها الوطني وعن الأرض هذا التقليد الذي نحن نحققه للسنة الثالثة على التوالي في هذا العام يأتي أيضا في ذكرى أليمة وهي مرور 70 عام على النكبة في عام 1948 لهذا سيخصص العديد من الفعاليات لإحياء ذكرى النكبة نؤمن بأن النكبة ليست فعلا ينتمي للماضي بل تداعيتها ما زالت موجودة حتى الآن على الحاضر متبثلة في تهجير القرى والمدن الفلسطينية وفي اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى الإشكاليات التي نهجها الاحتلال منذ العام 1948 مرورا باحتلال 67 وحتى الآن لهذا نقول بأن الثقافة عندما تكون أداة من أدوات النضال الفلسطيني تستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات على صعيد تحفيز الوعي وخلق بيئة للوعي الفلسطيني وهذا ما نقوم به بالتعاون مع شركائنا لأن وزارة الثقافة لا يمكن أن تعمل بدون شبكة من الشركاء سواء كانت الجامعات أو المؤسسات الثقافية والجمعيات الثقافية والذين يعدهم الخزان الاستراتيجي لكل الرؤية الثقافية الوطنية الفلسطينية سعيد دكتور أكيد نحن نأتي لجانب إنجازاتكم هذه السنة وخاصة اهتمامكم بقطاع الشباب وحتى طلاب المدارس وطلاب الجامعات ولكن قبل خليني أسألك سؤال بخصوص محاولات الاحتلال لطمس الهوية الثقافية الفلسطينية محاولة صرقة تراتنا ومقدساتنا كل هذه الأمور التي حاول صرقتها ونسبها لهم خاصة بمحاولاتهم لأسرلة المناهج الفلسطينية قديش مهم نحيي هذا اليوم لتعزيز هذه الهوية الثقافية اللي عنا بعتقادي هذه مناسبة مهمة جدا وتنبع أهمية إحياء هذا اليوم ببعدها الرمزي وبعدها الفعلي بمعنى أنه نحن نريد أن نقول بأن تمسك شعبنا بثقافته وبتراثه وبإرثه الإبداعي هو جزء أصيل من انتمائنا الوطني لسيما وأن هذا الإنجاز هو إنجاز فردي قام به رواد كبار على مسيرة النضال الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني وكذلك هو جهد مؤسساتي قامت به جمعيات ومؤسسات وعندما نحفز هذا الجهد الجمعي ونقوم دوما بتحفيزه ودعمه فنحن بكل تأكيد نواجه كل السياسات الإسرائيلية في هذا السياق الاحتلال الإسرائيلي يحاول تمس الهوية الثقافية في القدس ويحاول ملاحقة المؤسسات الثقافية والمثقفين والمبدعين يمنع الوزراء من الوجود التواجد في القدس بشكل رسمي ويمنع الفعاليات ويقوم بالغاء الفعاليات هذا كله ضمن مخطط لفصل القدس العاصمة عن عمقها الفلسطيني وكذلك يطوق فلسطين بسياسات الحواجز منع وعرقلة وصول مبدعين حتى سواء كانوا عرب أو أجانب للمشاركة بفعاليات ثقافية هذه كلها سياسات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من أجل عزل فلسطين عن عمقها العربية والدولي السؤال الأبرز هو كيف نواجه هذه السياسات وفق الإمكانيات المتاحة بل ونعزز من هذه الإمكانيات أنا باعتقادي نحن كما قال شعارنا الكبير محمود درويش نريد أن نحاصر الحصار بالحصار بمعنى أننا يجب أن ننفذ من كل هذه الفجوات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإصرار على الفعاليات الثقافية ليس من أجل الفعاليات الثقافية ولكن من أجل أن يكون هناك تأثير حقيقي على المستوى الشعبي وعلى المستوى الميداني وأن نكون قادرين على أن نخلق حالة من الفعال الثقافي بالتعاون مع الجميع تعزز من الانتماء لفلسطين وتستفيد من الذاكرة في الحاضر ومن أجل المستقبل نحن لا نقوم ببساطة شريدة جدا فقط بالحنين للماضي والحنين للذاكرة ولكن نريد توظيف الذاكرة في الفعل الحاضر من أجل المستقبل نعم ودكتور إذا ما تحدثنا عن الدور المناط بوزارة الثقافة اليوم لترسيخ القيام والمضمين الإبداعية للمثقفين للأدباء وأشعاراء لما يتعلق بدعم المشروع الوطني وأيضا لأعمالهم المختلفة ودعم هذه الأعمال التي تشكل رواية بالفعل رواية فلسطينية مهمة لكل العالم يعني الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة والأهداف أيضا القادمة من أجل تعزيز هذا الدور يعني باعتقادي أنه الهدف الرئيسي هو الوصول بالإبداع الفلسطيني إلى أكبر مساحة ممكنة على مستوى الخارطة الوطنية والخارطة العربية والدولية وهذا ما يفسر اتفاقياتنا التي نعقدها مع الدول المختلفة سواء الدول الشقيقة أو حتى على المستوى الدولي هذا ما يفسر أيضا اهتمامنا بإرثنا وتراثنا كما تعلمين في العام 2017 أطلقنا برنامج مهم وهو إحياء ميلاد مئويات رواية الثقافة في فلسطين وبدأ مع الشعر الكبير سنديانة فلسطين فدوة وقان وهذا برنامج مستمر كل عام من أجل خلق حالة من التفاعل ما بين الذاكرة فدوة وقان تمثل مصدر إلهام للفتاة والشاب الفلسطيني هذه السنديانة التي عانت في بدايتها من أجل التعليم ولكنها أصرت بكل إرادة على أن تصل إلى مصاف الشعراء الكبار وكانت فعلا هي من شعرات ليس فقط فلسطين ولكن أيضا من الشعرات العربيات اللواتي حققنا إنجازا كبيرا في هذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك العمل على تحفيز البرامج والفعاليات والمهرجنات في المؤسسات المختلفة وخلق جسر للتواصل بين هذه المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات موجودة في الخارج الهدف الرئيسي كيف نصل بروايتنا الفلسطينية إلى خارج أسوار العزلة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها هناك تحديات لدينا تحديات كبيرة ولكن نحن نؤمن بالإرادة مثل ما حققت فدوة وقان إنجازا كبيرا على صعيد الشعرية الفلسطينية مثل ما حقق جبرى إبراهيم جبرى مثل ما حقق محمود دارويش وغيرهم من الكبار والعظماء مساحات واسعة نستطيع أن نأخذ مصادر الإلهام من هؤلاء في أن نحفز هذا الجيل الجديد ولدينا بالمناسبة عندما نتحدث عن إبداع الشباب في مختلف المجالات في الشعر وفي الرواية وفي الموسيقى وفي المسرح وفي السينما نجد أنفسنا أمام نمازج مبهرة ونمازج تحقق الحضور العربي والدولي السؤال بتقديره هو كيف نصوغ هذا البرنامج وهذه الرؤية بشراكة حقيقية الوزارة في هذا السياق تلعب دورا من أجل التنصيق بين المؤسسات المختلفة ومن أجل دعم المؤسسات المختلفة هناك تحديات داخلية لعلنا نذكر على سبيل المثال تحديات الانقسام الذي تصعب في الكثير من التواصل مثلا مع المحافظات الجنوبية ولكن رغم هذا نحن نقوم بفعل ثقافي في المحافظات الجنوبية لعل في ذلك السياق من المهم ذكره بأن قبل عدة أيام أطلقت وزارة الثقافة في غزة معرض للفنان الكبير الراحل كامل المغني في ذكرى مرور عشر سنوات على رحيمه وأطلقت أيضا جائزة باسم كامل المغني هذا إن دل على شيء يدل على أننا مصرين على التواصل الداخلي الوطني رغم كل تداعيات هذا الانقسام الذي يحدث وأننا من جهة أخرى بحاجة إلى خلق حالة من التفاعل ما بين مكونات الفعل الثقافي الفلسطيني هنا سواء كان في العاصمة القدس أو في المحافظات الشمالية أو حتى في الداخل لا يمكن أن نفصل عن داخلنا الفلسطيني لأن الثقافة هي الجذر الذي يجمعنا جميعا في هذا السياق سواء في المحافظات الشمالية أو في قطاع غزة أو في الداخل اليوم سيكون هناك فعاليات ومراجطات مختلفة لإحياء اليوم الوطني الثقافي فخلنا نعرف منك إيش هي الفعاليات ستكون يعني عادة جرت العادة على أنه يكون يوم 13 أذار هو إطلاق للفعاليات هي مناسبة لإطلاق كل هذه الفعاليات وهي صفارة الانطلاق إنجاز التعبير فسيكون هذا الاحتفال في قصر رمالة الثقافي الساعة الواحدة ظهرا وسيكون هناك أيضا تقديرا لأيضا الشخصيات التي لعبت دورا في الثقافة الفلسطينية إعلان شخصية العام الثقافية للعام 2018 والتي ستعلن في هذا الاحتفال وسيكون طبعا هذا الاختيار له أيضا دور في تحفيز الشباب بشكل أساس جدا ويحمل أبعاد كثيرة يحمل بعد النكبة واللجوء وأيضا الفعل الثقافي هناك ملامح لشخصية العام الثقافية سيتم الإعلان عنها في هذا الاحتفال بالإضافة سيكون هناك فقرات فنية الفقرة الأولى لفرقة صابرين من القدس الغاصمة والتي ستقدم لوحة فنية في هذا السياق وأيضا الجوقة لبلدية نابلس وهي التي أيضا شاركت في إحياء فعاليات مئوية فدوة وقان فباعتقاد هذه الفعالية اليوم هي ستكون صفارة الانطلاق للفعاليات في مختلف المحافظات والتي ستبدأ من غد إلى يوم 30 آذار إلى يوم الأرض من المهم جدا الاعتماد على التواريخ في خلق حالة من الوعي لا نريد فقط الاكتفاء ب13 آذار ولكن نريد أن نصل 13 آذار إلى 30 آذار لكي نقول بأن هذه هي الرواية الفلسطينية بشكل رمزي هي الانتماء والإبداع وهي أيضا عمق القضية وهي الأرض ذاتها فسيكون هناك العشرات من الفعاليات على مساحة 17 يوما إلى يوم الأرض ويتم الاختتام في 31 آذار لهذا البرنامج المكثف نقول دائما أن يوم الثقافة الوطنية هو فرصة لإطلاق فعاليات وأيضا هي فرصة للإطلال على العام القادم بمعنى نريد في بداية هذا العام في الربع الأول منه الانطلاق إلى العام القادم 2018 ونحن نريد أن نذكر بأن هذا العام له خصوصية الخصوصية الأولى هي 70 عام على النكبة وأيضا له خصوصية بأن العام 2018 هو إعلان محمود درويش شخصية العام الثقافية العربية وبالتالي تحمل الكثير من الثقل ولا نريد أن ننسى بأن في كل عام وتحديدا في هذا العام وفي ظل كل ما يحدث بأن هناك مساحة خاصة للقدس العاصمة في ظل كل تحديات نعم دكتور سؤال الأخير هل سيكون كمان في فعاليات في المدارس لا يكون في وعي أكثر للطلاب بتعزيز هذه المفاهيم وتعزيز مفهوم الهوية الفلسطينية بكل تأكيد نحن نقول أن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الثقافة وبين وزارة التربية والتعليم وبين الجامعات هي عامل أساسي من عوامل النجاح وكما حققنا ذلك في برامج سابقة بكل تأكيد سيكون هناك برامج في المدارس وسنعمل أيضا على تحفيز العديد من الأنشطة والفعاليات في المدارس من خلال النشاطات اللامنهجية والتي تكون أيضا هي محفزة للفعل الثقافي لدى الطلاب والطالبات في المدارس الفلسطينية نشكرك جزيلا دكتور إهاب بسيسو معالي وزارة الثقافة وطبعا نشكرك على وجودك وحضورك في صباحنا في هذا اليوم ونتمنى أن هذه الانطلاقة تكون أيضا تأسيس لفكرة انتداد الثقافة الفلسطينية المستمرة من القدم حتى هذا اليوم وتعزيزها لدى شبابنا بسعد صباحك بسعد صباحك نعطيكم العافية هنا أي شخص يحب يشارك في فعاليات يوم الثقافة الوطنية والموجودين في رمالة بالتحديد وممكن يتابعوها اليوم في قصر رمالة الثقافي من الساعة واحدة للساعة ثلاثة سيكون في عدة فعاليات ونشاطات وننتقل لسديوهاتنا في غزة وتنضم إلينا زملتنا بيداء معمر تتحدثنا عن موضوع متعلق أيضا بالشباب في هذا الصباح ويلا نغير نتعرف على هذه الفكرة من خلال زملائنا في غزة صباح الخير لك بيداء يسعد صباحك بيداء يسعد صباحك ضحى ويسعد صباحك يارى صباحكم أمل ونشاط إن شاء الله وصباح الخير لكل سادة المشاهدين التغيير مهم جدا في حياتنا خاصة كان التغيير للأفضل أو بأثر إيجابي يعود على الفرد والمجتمع في فريق يلا نغير الشباب هذا الفريق الذي فاز بالمركز الأول ضمن المبادرة الوطنية التي طرحها جمعية بير الزيت رح نتعرف أكثر عن هذا الفريق وأهدافه وأنشطه وفعالياته على أرض الواقع لكن نخرج وإياكم إلى هذا الفاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام دعوني بداية أن أرحب ضيفتي الكريمة هديل أبو زيد منصقة محلية لفريق يلا نغير أهلا وسهلا فيك هديل أهلا فيك أهلا فيك يستعد صباحك معنا اليوم يعني هديل أنه جميل جدا أنه فكرة من شبابنا أنه يكون في عنا تغيير وإحنا لازمنا تغيير في مجتمعنا لو حكنا في البداية عن فريق يلا نغير الشبابي كيف هذا الفريق وكيف كانت أهدافه في البداية فريق يلا تشينج إحنا فريق شبابي مكون من سبعين شاب بوصبية بدأنا بآخر شهر الأكتوبر الفريق بدأ بتدريبات لعشان يعني التدريبات كانت مختصة أكتر بحملات الضغط والمناصرة أول إشي أخذنا تقريبا أسبوع تدريبات بالمهارات الحياتية بعد هيك تخصصنا أكتر بتدريبات السوشال ميديا تفرعنا فيسبوك، تويتر، انستجرام، تقسمنا مجموعات بعد هيك تقسمنا جرافيك، منهم أخذ جرافيك ديزاين، منهم تصميم، منهم فيديو وبعض الفريق أخذ كتابة صحفية الهدف كان إنه إحنا لما نعمل حمل الضغط ومناصرة أو لما نقول إحنا بدنا نغير إحنا لو ما كنا فريق كامل، لو ما كنا متكاملين من كل الجوانب متعاونين بالزبط بروح الفريق، مش هننجح تمام؟ فإحنا خلصنا تدريبات هو يلا تشينج كان مشروع تمام؟ تنفيذ المنتدى الاجتماعي التنموي بالشراكة مع شبكة غزة أونلاين وبتموي من القنصلية البريطانية كان مشروع لفترة معينة بعد ما خلصنا التدريبات، الأستاذ محمود الزند، مدير المنتدى حكى لأ إحنا فريق كامل، ليش نخليه مشروع وينتهي؟ ليش نوقف نستمر؟ ليش نوقف بالزبط، فإحنا قررنا إنه خلص إحنا نصير فريق شبابي وين ما يكون في تغيير، وين ما يكون في مكان لازم نحط بصمتنا إحنا طبعا منكون أول الناس جميل، يعني كانت الهدف واضح من خلالكم فكرة تعاونية وشاملة وكاملة لو حكينا التغيير كان في أي اتجاه، نقدر نقول إنه التغيير وين كان بالزبط؟ إحنا أول إشي بدأنا عملنا حملات ضغط ومناصرة كذا واحدة عملنا حملة بيوم الاستقلال، عملنا حملة حق وليس منها لكانت مختصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لما أنت تحكي عن، يعني بالمجتمع للأسف هي فئة مهمشة لو إحنا ما صلتنا الضوء عليها، هم مش قادرين يوصلوا صوتهم لو إحنا كشباب ما بدأنا مع بعض وقررنا إنه إحنا بدنا نوصل صوت الأشخاص حلو، يعني ممكن إنه تكوني تغيير في أنماط سلوط أو ممكن من خلال التغيير الاجتماعي بزيادة الوعي لشبابنا كيف كان التعامل مع هذه الفئة؟ إحنا الصراحة ما عملنا معهم مباشرة إحنا أصلا المنتدى المسؤول عنا مع كذا مشروع بخص الأشخاص ذوي الإعاقة فيه كادر مؤهل تماما يعني إحنا يوم ما قدرنا نعمل حملة حق وليس مننا عملنا أول إشي ورشة توعوية لأنه الفريق لازم يعرف إحنا بايش بدنا نحكي بالزبط تمام، إيش حقوق بالزبط؟ بالزبط، فجبنا مسؤول مختص مستشار بالحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعطانا ورشة توعوية لمدة ست ساعات إعرفنا بالزبط البنود اللي رح نحكي عنها إيش الحقوق اللي لازم نسلط الضوء عليها أكتر تمام، وبعدين بدأنا نشتغل بدأنا نوزع المهام، إنت حتشغل تصميم، إنت رح تنزل على الشارع وتتعامل معهم يعني زي ما بقولوا نعطيهم المايك أنه نسلع صوتهم حلق في هذا الجانب يعني فيه بعد ما أنتو بتاخدوا يعني كاب من خلال الورش التوعوية والتدريبات وحبين أنه تطبقوها حتى يكون فيه تلقي للمعلومة من الطرف الآخر كيف كان الاستقبال هاي المعلومات ومدها استجابة الناس لإلكم؟ الصراحة كانت استجابة كتير عالية جابت صدع لي كتير حملت بالذات حملت حقوة ليس منا ظلين حكى فيها فترة كبيرة ونعمل معنا كذا مقابلة مع الفريق ومع المنصق لأنه هو الموضوع مهم وموضوع يعني إحنا ما خطرنا مثلا موضوع مش كتير أساسي بس أنت بتحكي عن فئة كبيرة في المجتمع صحيح وكمان يعني تفاجأنا أنه كتير ناس على تويتر مشطاء قرروا أنهم يشاركوا معنا ويوم التغريد أو يوم الحملة يجوا كتير ناس على المكان كنا مخدين فندق يجوا كتير ناس وقالوا لأ إحنا بدنا نكون معكم إنتوا بدكم تغيروا شجاة كل الأخر إحنا بدنا نكمل معكم جميل فجابت صدع كتير عالي الحمل يعني خديل حلق لو قلتنا أنه من خلال أنه جابت صدع أكيد أنه كان فيه استجابة لو كان نقول أنه كيف كان دوركم في هذا الجانب هل أنه بيقتصر فقط على الجانب النظري كيف تواعو الطرف الآخر ولأنه بيتعاون أيضا أنه فيه شغلات تمرين عملية ممكن تستتعاملوا معها مع الفئة اللي أنتوا بتخصصوها هو مبدئيا كان هدف حملة حق وليس منها كان هدف أنه نسلط الضوء لأنه إحنا كشباب إحنا مش مختصين أو إحنا مش صناع قرار مبادرة منكم لأنه نسلط الضوء عليهم أنه هاي الفئة موجودة إحنا بدنا نطالب بحقوقهم هم مش قدرين يوصلوا صوتهم بس إحنا كشباب تغيير إحنا كفريق كامل كفريق مؤهل قدرين أنه نقولكم لأ شوفوا الفئة هذه لأ بدنا حقوقهم بعد أنه هاي الحملة كيف كانت مخرجاتها لأداما؟ مخرجاتها صارت يعني بشكل كبير أنه صار كتير في وعي بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة أنه إحنا ما ركزنا بس على الأشخاص ذوي الإعاقة إحنا ركزنا كمان مع الحقوقيين مع الإعلاميين كمان ركزنا أنه إحنا كشباب كيف لما بدك الطالب بحق الطالب بحق بطريقة صحيحة طريقة سلمية بزا بد سلمية إحنا ما بدنا نعمل إخناءات ما بدنا نطلع بإشي سلبي لأ إحنا بدنا نعمل حملة ضغط ومناصرة بطريقة صحيحة جميل ونخرج بنتيجة إيجابية هلأ هديل أنتو أيضا أنه فريقكم شارك ضمن مبادرات وأخي مبادر هي المبادرة الوطنية لمركز تطوير الإعلامي تابع لجمعية بيرزيت في هاي المشاركة لإلكوا في تحدي فرصة كيف كانت هاي المشاركة من نتيجة ما شاء الله اللي حصلتوا عليها بالمركز الأول مبادرة فرصة هي مبادرة وطنية قامت من ثلاث سنوات في الضفة ومن جديد بغزة المبادرة كانت من معهد بيرزيت للتطوير وبشراكة مع المبادرة الوطنية وأكثر من 80 مؤسسة شريكة المبادرة كان هدفها أنه إحنا بدنا نغير بدنا نطور الإعلام الفلسطيني فإحنا لما نسمع تغيير أو نسمع تطوير فريق يلا تشينج المفوض يكون المبادرة صحيح في الموضوع لما نزلوا إعلان الأبليكيشن أنه عبوا الأبليكيشن عشان تشاركوا معنا في التحدي إحنا عنا جروب على الفيسبوك جروب يعني بس مختصة بأعضاء فريق يلا تشينج أحد أعضاء الفريق نزل قال إيش رأيكم أنه إحنا نشارك في التحدي لأنه إحنا أساس التغيير فقال قلنا تمام قعدنا تقريبا ثلاث أربع أيام نفكر مين الخم لأنه التحدي المفروض بس خمس أشخاص يشاركوا فإحنا رشحنا أفضل خمس أشخاص يقدروا يشاركوا في التحدي تمام ورشحنا اسمهم وعبنا الأبليكيشن تمام وصار في مقابلات وبعدين